فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم يعني أن الله لم يفرضها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني لكنهم ابتدعوها لقصد حسن وهو ابتغاء رضوان الله هذا دليل على أن العبرة ليست بالنية والقصد وإنما العبرة بالشرع فالإنسان يتبع ما شرعه الله ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله ولا يحدث البدعة ولو كانت نيته فيها حسنة فإنها سيئة ولهذا قال فما رعوها حق رعايتها مع أنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله ما رعوها حق رعايتها حجزوا